كريمة بتاعة الكنافة عندي كوبايتين ونص من اللبن ربع كوباية من الماء مش هستخدمها دلوقتي عندي نشا قد ايه؟ طيب عايزة بس ايه؟ معلقتين عنية معلقتين كبار من النشا وعلى البارد على البارد يعني ايه؟ قبل ما احطها على النار هقلب بالشكل ده خلاص عندي معلقتين كبار من بودرة الكريم شمتيل باودر وهقلب بالشكل ده هعمل ايه بقى؟ هاخد الحلة دي وهحطها على النار المفروض المفروض ان احنا على طول ادينا في التقليب كده علشان ما تجمدش وما تكالكعش معنا خلاص طيب على طول بتتقل على طول انا بس بدأت بيها بدري شوية علشان انا عايزها تهدى شوية من الحرارة قاية اهو بصوا انا هشيل بس الكريمة اهي خلاص يا تقلت معي بصوا بسم الله الرحمن الرحيم وهنزل بيها بالشكل ده انا خدتش وقت ليه علشان كمية النشا مش قليلة مش هنحط سكر مش هنحط السكر ليه؟ علشان اصلا الكنافة بيبقى فيها سيرب وبتبقى يعني هيبقى الموضوع مسكر او الزيارة عن اللزوم يعني عندي نص كيلو كنافة متجمدة خدتها بعد ما طلعتها من الفريزر خلاص وهقطعها بايدي كده عايزة تعمليها في الكاب بماشي بس ما بحبش انها توصل لدرجة الفرولة علشان ما تتفتتش وإحنا بنأكل انا بس هنا بحطها اين هو عندي معلقتين كبار من السكر الباودر وكباية وربع من السمنة الدايبة سيرب تقيل بارد وللكريمة اللي احنا عملناها بقى كبايتين ونص من اللبن وربع كباية من الميا ومعلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من الكريم شانتي الباودر وانا مش مستخدمة سكر عشان انا اعرف انتوا تتسألون السؤال ده مش مستخدمين سكر بصوا بقى قبل ما اعمل اي حاجة انا هجيب الصناية بتاعتي انا بس مش هستخدم الكمية كلها هشوف بس المقاس ده قد ايه كده السمنة تبقى لينة مش عايزها تبقى دايبة خلاص هاخد كده معلقتين حلوين وهاخد الصناية بتاعتي وهديها كده ايه بقى دهنة من السمنة اهو ضروري ضروري الخطوة دي ممكن علشان تاخدوا من الكنافة لون حلو جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتبقى نكحة معاكو قوي اهو تمام وعلى الحواف كده طيب اسابها بقى على جنب وقول لها شكرا وتعالوا بينا نروح ليه الكنافة عندي كباية ومعلقتين كبار من السمنة انت تعمل حاجة السكر الباودر معلقتين كبار من السكر الباودر ليه انا هحط سكر باودر السكر الباودر بيخلي الكنافة تاخد معاك اللون حلو عايزة تستغني عنه مش مشكلة انا كتير على فكرة مش بحط سكر بودرة في الكنافة عادي خلاص هقلبها كده يعني كل ما تشتغلوا كده في حاجة اوسع هيبقى الموضوع كده بالنسبة لكم احسن بصراحة هنزل بكباية وربع من السمنة ونعمل ايه بقى معلش الخطوة دي بقى بتاخد معانا وقت مش قليل بس ايه معلش وقت مش قليل ليه بقى لان احنا بنحتاج ان احنا نقلب كويس قوي الكنافة مع السمنة كويس لابتاخد معانا كده شوية وقت خلاص الفكرة في ايه ان انا عايز اغلف الكنافة بالسمنة بتاعتي خطوة دي كده تاخد معانا بتاع خمس دقايق كده مثلا كده يعني اتأكد ان الكنافة بتاعتي كلها اتغلفت بوسوا شايفين انا بايدي اللي اتنين اهو ويلا يلا بسرعا نقلب اهو كده كأنك بتعملي بس بوسة بالزبط بنفرق الكنافة مع السمنة اهو عسط كنافة تاني حطي لان كمية الكباية وربع دي على نص كيلو الكنافة ممكن احط كده شوية تاني اهو ونقلب طب حاضر اهو بس هجيب الصنية بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم هحط طبقة كنافة نوزعها كده اهو بقيدينا بقى نبطن كويس قوي اهو نبطن كده القاعدة بتاعتي الصنية بتاعتي حلوة قوي طيب الجوانب الحواف دي هعمل فيها ايه هنبطنها برضو هقولكو ازاي اهو هاجي من عند الجوانب كده وابدأ ان انا امشي بعجينة الكنافة كده او بخلية الكنافة والتبتي قوي وانتي بتشتغل يعني انا شايفين انا باقصى قوة عندي انا بضغط على الكنافة اهو اهو اهم حاجة بس واحنا شغالين كده نضغط على الجوانب وعلى القاعدة برضو كده عينية عينية كده اهو الصور بتاع الكنافة اهو احنا بنعمل لها صور كده حلو اهو اهو بالشكل ده معلش يعني اضغطوا عليها قوي كده علشان تطلع معاكم مرسومة وشكلها حلو ممكن لو عندكم صنية اصغر اعملوا بيها كده عادي اه يعني بس انا بحب اشتغل بيدي بصراحة بس ده برضو اختيار حلو اهو وتفضلوا بقى تلفوا كده اهو كده 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 بالشكل ده بس هعمل ايه بقى هاخد الكريمة اللي ارتحت شوية ارتحت كده معانا شوية الب الكريمة طيب انتي في البيت هتعملي ايه بعد ما تنزلي بالكريمة وهي سخنة انا عايزة منك تعملي حاجة تديها فردة وتسيبيها تبرد تسيبيها تبرد على وضعها ده اهو كده حطيت الكنافة كده على الوش على فوق الكريمة تمام دخلتها الفرن الفرن يبقى سخنة هتتحط فين معلش كده تعالوا معايا انا عايزها في اخر رف تحت اهو بصوا ما شاء الله هي حتى انا معلية الفرن بس علشان ايه تاخد لون بسرعة ليه حطتها اخر رف خالص في الفرن علشان انا كل الفكرة انا عايزها تاخد لون من تحت خلاص انا هقفلها شوية هتعرفي منين هتعرفي منين ان هي اخدت لون من تحت هتلاقي الجوانب بتاعتها بدأت ان هي يبقى لونها جولد كده ولونها دهدي هتبص على الكنافة يلا بسم الله الرحمن الرحيم بصوا قطاع عايزة اضلعها لكو بس عشان عايزة وريكو حاجة هي غالبا لسه تتحط تاني بسم الله الرحمن الرحيم عايزة بس وريكو حاجة مهمة قوي علشان ازاي نعرف ان الكنافة اخدت لون من تحت مش مكياس خالص الجزء اللي فوق ده اه مش مكياس خالص انت ممكن تبقي من فتحة شوية من فوق وتحت لسه اصلا تمام هتلاقي ايه معلش انا عايزة وريها لكو عشان انا دي بتسئل عليها كتير قوي بصراحة طيب عايزين نسباتولة بس كده عشان ايه بصوا بقى الجوانب دي اهي الجوانب دي انا مش عايزة اجي جنبها لان هي نشفة الجوانب دي كده هتلاقي بص من تحت والله لقيت يا باين يا جماعة باين يا أستاذ مهاب كده ولا ايه طيب من ناحية أستاذ محمود كده ايوة كده اهوة بصوا بقى بصوا شايفين الجوانب اهي الجوانب انا حاسة انها لسه شوية تعرفي القاعدة اللي تحت اخدت لون ولا لأ من الجوانب اهي اهي لسه شوية لو انا قلبتها تبقى دهبي فاتح انا عايزها اغمى لا ما كده اهي شباس ما تتقطعش اهي انا هعمل ايه هرجعها تاني هرجعها الفرن تاني حاضر حاضر اههه هلا اتربطكو العقدة يلا هدخلها الفرن بسم الله الرحمن الرحيم هدخلها الفرن تاني على أوطى الشبكة من تحت أهو وأسابها فكرة الكنافة في إيه؟ إن هي تاخد لون عشان أنتوا بتسألوني كثير قوي على الكنافة إزاي نطلع لونها دهبي جولد السمنة اللي تدهن تحت وهي طرية لينة ما تبقاش سمنة دايبة تبقى سمنة بدرجة حرارة المطبخ بطنت الصنية كويس قوي من على الجوانب حطيت على نص كيلو كنافة كباية وربع من السمنة مع لقتين كبار من السكر البودر فرقناهم حطيت طبقة بطنت الجوانب حطيت الكريمة سبتها تبرد خالص وحطيت بعد كده باقي الكنافة الطبقة اللي فوق مش بتبقى كثيرة قوي زي ما نشفتو كده بتبقى رقيقة علشان نحس الطعم الحشوة بقدنا بالراحة بفرد أنا ليه سبت الكريمة شوية تهدى كده على الكنافة علشان لما نيجي نفرد الكنافة من تحت من فوق ما لاقش إن الحشوة طلعت من على الجوانب دخلناها فرن سخن 180 آخر طبقة من تحت ولغاية ما تاخد لون ده موسيقى أنا طلعت صنية الكنافة أهو أخدت لون من فوق زي ما قلت لكم معلش هقول لون كتاق هقول لها لكتاني مش لازم خلص إن احنا علشان هي من فوق أخدت لون يبقى كده أخدت لون من تحت لا زي ما قلت لكم كده ورد لكم إن احنا نشوف من على الجوانب حطيت السيرب التقيل البارد وحاجة مهمة ما نسبهاش كتير بعد ما نحط السيرب ليه علشان هو ممكن يمسك في الكنافة تمسك في الصنية فإيه بيبقى صعب شوية إن احنا نقلبها إحنا هنسمي الله ونقلبها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بس الصنية صخمة شوية بسم الله بصوا بقى شايفين أهي الصور اللي احنا عملناه أهو بصوا شايفين ظهر أخدت معنا لون حلو ولون بهبي ممكن كده إيه نعمل حاجة كده زيادة نحط على الوش كده شوية من السيرب التقيل بس مش كتير مش كتير أهو بالشكل ده بصوا بقى أي حاجة كده على شكل كده إيه دايرة بسم الله الرحمن الرحيم أنا عايز أوسع الهلال شوية ها هو خوب هلال دا واني مش هلال ترجمة نانسي قنقر